يعود التوتر إلى محافظة المهارة من جديد بالتزامن مع تصعيد سعودي جديد فيها مصادر محلية قالت إن قوات عسكرية سعودية خرجت لحماية استحداثات مشروع النفط السعودي المزمع إنشاؤه في منطقة طوف الشحر نفسه المشروع الذي يرفضه أبناء المهارة ومنع استكمال الأعمال المستحدثة فيه ونظموا الاحتجاجات ضده باعتبار ذلك انتهاكاً لسيادة الوطنية وتجاوزاً للسلطات الحكومية في المحافظة وتدشيناً لصراح إقليمي ودولي فيها عشرات الآليات العسكرية التابعة للقوات السعودية هادرت معسكر نشطون الذي استحدثته مؤخراً باتجاه مطار الغيضة وذلك بالتزامن مع احتشاد قبلي لاستقبال رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهارة وسقطرة عبدالله بن عفرار الذي أكد أن من حق أبناء المهارة معرفة ما الذي تفعله القوات السعودية في أرضهم مضيفاً أنهم يرفضون محاولة تجري محافظتهم إلى مربع الصراع السعودية تحاول أيضاً الزج بموالين لها في المواجهة مع الرافضين لأنشطتها عبر تشكيل ميليشيا مسلحة من خارج المحافظة في محاولة لفتح باب لصراع جديد يتيح لها مواصلة أنشطتها ومشاريعها على البوابة الشرقية لليمن الأنبوب النفطي الذي تنوي السعودية مده من أراضيها عبر الأراضي اليمنية باتجاه بحر العرب عبر أطول شريط ساحلي في البلاد يعتبره المحتجون انتهاكاً لسيادة اليمن الأمر الذي جعلهم يواجهون بحراك شعبي رافض منذ أشهر ممارسات عديدة تسعى من خلالها السعودية لتكريس نفوذها لم تكن السيطرة على منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون ومطار الغيضة أولها ولا إنشاء المواقع العسكرية آخرها سهل من مهمتها تميل حكومة وضعفها